الإلكتروليتات يعرف الإلكتروليت بالمادة المواصلة، وهي تلك المادة التي تذوب في الماء وتعطي محلولا مواصلا للكهرباء، مثل كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام. أما اللا إلكتروليت أو المادة غير الموصلة فهو المادة التي تذوب في الماء وتعطي محلولا غير موصل للكهرباء مثل السكر المواد الإلكتروليتية منها ما هو قوي وضعيف فالإلكتروليت القوي هو تلك المادة التي تتفكك كليا في المحلول وتعطي موصلا جيدا للكهرباء مثل كلوريد السوديوم أما الإلكتروليت الضعيف فهو المادة التي تتفكك جزئيا في المحلول وتعطي محلولا رديئة توصيل للكهرباء مثل حمض الخل المحلول يتكون المحلول من مادة مذيبة أو سولفنت وهو المادة التي توجد بوفرة في المحلول ومادة مذابة أو سوليوت وهو المادة التي توجد بنسبة أقل في المحلول وهي ذات دقائق صغيرة للغاية وتذوب بشكل كامل داخل المذيب عند إضافة مادة كالسكر مذاب إلى مادة كالماء مذيب والتقليب فإنه يتكون مخلوط متجانس يسمى بالمحلول الحقيقي كما يسمى في هذه الحالة بالمحلول المائي لأن الماء هو المذيب أنواع المحاليل إذا تم إضافة كمية كبيرة من مادة مذابة ولتكن الملح داخل مذيب ما وهو الماء فإن المحلول الناتج يكون فيه راسب من الملح غير الذائب ويسمى في تلك الحالة بالمحلول المشبع لأنه تشبع تماما بالمذاب أما إذا تم إضافة كمية قليلة من مادة ما مذابة ولتكن السكر في مذيب ما وهو الماء فإن المحلول الناتج يكون غير مشبع لأنه لم يتشبع تماما بالمذاب وهو السكر ترجمة نانسي قنقر